تقديراً للجهود الحثيثة التي يبذلها منتسب رئاسة الحرس الوطني لحفظ أمن المملكة ومكتسباتها العامة جاء حفل توزيع الدفعة الثالثة من شهادات الاستحقاق للمشاريع الإسكانية على منتسب الحرس الوطني وبرعاية كريمة من الفريق الركن رئيس الحرس الوطني بمناسبة احتفالات الحرس الوطني بالذكرى الحادية والعشرين لتأسيسه بمناسبة احتفالات الحرس الوطني بذكرى تأسيسه الحادية والعشرين رعى الفريق الركن اسمه الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني حفل توزيع الدفعة الثالثة من شهادات الاستحقاق للمشاريع الإسكانية بالمكرمة الملكية السامية لمنتسبي الحرس الوطني وذلك في معسكر الاسخير بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ومعالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني وسعادة الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الإسكان والدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية نقدم إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين وصاحب السمو رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى الواحد وعشرين لتأسيس الحرس الوطني وإلى جميع منتسبي الحرس الوطني واليوم طبعا تم توزيع شهادات الاستحقاق المشروعي بر الدور والمدينة الشمالية لمنتسبي الحرس الوطني وأهنهم بهذه المناسبة وهذه المشروعين هما ثمر التعاون بين وزارة الإسكان وجميع مؤسسات الدولة أتقدم بخالص تعاني التبركات إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة وإلى رئيس الوزراء الموقر وإلى ولي العهد الأمين وإلى سيدي الفريق الركنس سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وإلى سيدي معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني مناسبة عيد الحرس الوطني الحادي والعشرين كما نشكر جلالة الملك على ما تفضل به من أمر سامي بتوجيهاته لتخصيص وحدات اسكانية لمنتسبيها على حرس الوطني من ضباط وضباط صف وافراد تقدم جزيلا الشكر إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك من فهدة بالمكرمة السامية بحصل إلى وحدة سكانية وكما أبارك إلى سيدي رئيس الحرس الوطني ومدير الأركان وضباط صف وافراد مناسبة تأسيس الحرس الوطني واحد وعشرين بهذه المناسبة رفع الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى للحرس الوطني حفظه الله ورعاه لتوجيهات جلالته بتخصيص وحدات إسكاني بمشروعي بر الدور والمدينة الشمالية لمنتسبي الحرس الوطني مؤكدا أن رؤى جلالته الثاقبة تقف خلف نجاحات الحرس الوطني طوال العقدين الماضيين ما جعل من الحرس الوطني صرحا عسكريا شامخا يسهم إلى جانب غيره من الأجهزة الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وصون المكتسبات الوطنية كل الشكر والثناء إلى عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حطر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أو الخليفة وإلى القيادة الرشيدة وإلى سمو رئيس الحرس الوطني ومدير أركان الحرس الوطني على كل مجهود بذلوه واللي قاعدين يبذلونا بتوفير جميع مستلزمات المعيشة الكريمة والسكن اللاغ لأبناء هذا الوطن واليوم تدرون عندنا فرحتين فرحة هي استلامنا شهادات مشروع الاستحقال الاسكاني وعندنا اليوم بعد احتفال بعيد الحرس الوطني اللي صادف 7 يناير بالاحتفال بمرور 21 عام على تأسيس الحرس الوطني تحت راية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أن يكون حرس الوطني عمقا عسكريا لقوات دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوات الأمن في حفظ أمن واستقرار مملكتنا الحبيبة كل الشكر حقيا سيدي حضرة صاحب الجلالة عهل بلاد المفدل ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وكل التهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس 21 وبهذه المناسبة حبيت أبارك حق أخواني من جميع منتسبين الحرس الوطني بهذه المكرمة السامية بدوره هنأ سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان سمو ورئيس الحرس الوطني ومعالي مدير أركان الحرس الوطني وكافة منتسبية الحرس بذكرى تأسيس الحادية والعشرين كما هنأ المستحقين من رجالات الحرس الوطني للمكرمة الملكية السامية مشيرا إلى أن ما حققه هذا الصرح العسكري من إنجازات طوال عقدين كاملين يعد مفخرة للمملكة إذ يسهم بشكل واسع في تحقيق الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس رئاسة الحرس الوطني ولما لهذه المؤسسة من دور بارز في حفظ الأمن والذود عن مصالح هذا الوطن المعطاء جاء احتفاء رئاسة الحرس الوطني بهذه الذكرى الهامة بالتعاون مع وزارة الإسكان لتوزيع الوحدات السكنية على ضباط وأفراد منتسبي رئاسة الحرس الوطني بمكرمة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين